تابع الجميع منذ أيام حادثة مروحية الرئيس الإيراني ومن المؤكد أن إيران أجرى التحقيقات لمعرفة أسباب سقوطها وتحطمها نحن هنا أيضا سنقوم ببعض التحقيقات بناء على المعلومات المتوفرة وتحقيقات الخبراء الأتراك بشأن الحادثة في هذا الفيديو من قناة قصة حياة سنحاول استعراض بعض المعلومات والتحليلات التي أوردها الدكتور محمد كيمبكلي وهو صحفي ومحلل سياسي تركي على حسابه الخاص وحقق فيها فيما يمكن أن يكون السبب الحقيقي وراء سقوط مروحية الرئيس الإيراني هل هو حادث أم عملية اغتيال؟ تابعوا معي لنكتشف ذلك في التاسع عشر من مايو توجه الرئيس الإيراني ووفده المكون من وزير الخارجية ومسؤولين إيرانيين بثلاث مروحيات إلى أذربيجان لافتتاح سد هناك وأثناء عودته بالمروحيات تعرضت مروحيته لحادث غامض أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها لماذا يذهب الرئيس الإيراني إلى أذربيجان لافتتاح سد؟ وما علاقة إيران بهذا السد؟ والأهم من ذلك لماذا يستخدم رئيس دولة مروحية للسفر إلى مكان بعيد بدلا من الطائرة؟ لمن لا يعرف مشروع سد جيز جالاسي باراجي يقع في منطقة حدودية مع إيران وكانت هذه المنطقة تخضع للاتحاد السوبيتي قبل استقلال أذربيجان تم تطوير المشروع عام 1977 بناء على اتفاقية بين إيران والاتحاد السوبيتي للاستفادة من الطاقة الكهرمائية بعد استقلال أذربيجان وخلال زيارة الرئيس الأذربيجان حيدر علييف لإيران في عام 1994 كان موضوع السد من أوائل المواضيع التي تم التفاهم حولها تم توقيع مذكرة لتنفيذ المشروع في عام 2016 تم توقيع اتفاقية لبناء السد بشكل مشترك بين إيران وأذربيجان في عام 2024 اكتمل بناؤه وتوجه الرئيس الإيراني إلى هناك لافتتاح الحدث التاريخي المهم لإيران منذ 1977 إذن يمكن تفسير سبب زيارة الرئيس الإيراني لافتتاح السد ولكن ماذا عن سبب سفره بمروحية بدلا من طائرة البعض قد يفسر ذلك بعدم وجود مطار أذربيجاني قريب من موقع السد مما يضطر الرئيس الإيراني لاستخدام وسيلة نقل لمسافات طويلة داخل أذربيجان هذا التفسير صحيح نسبيا إذا عرفنا من أين أقلعت مروحية الرئيس الإيراني هناك مدينتان إيرانيتان قريبتان من مكان السد بهما طائرات مشكين شهير وتبريز المسافة بين مشكين شهير ومكان السد تقارب 105 كيلومترات بالمروحية والمسافة بين المدينة وأقرب مطار آذري حوالي 120 كيلومتر السؤال هنا هل أقلعت المروحية من مشكين شهير أم من تبريز بما أن المروحية كان بها حاكم أذربيجان الشرقية وإمام تبريز وبما أن موقع سقوطها في منطقة سونجون فهذا يؤكد أنها كانت متجهة إلى تبريز إذن المروحية أقلعت من تبريز وعادت بنفس المسار إليها لكن هل كان لدى الرئيس الإيراني بديل من السفر إلى أذربيجان دون استخدام المروحية؟ نعم كان هناك مطار في جنوب أذربيجان يدعى مطار زنجيلان يبعد عن تبريز 115 كيلومتر فقط والمسافة بين المطار ومكان افتتاح السد بالسيارة حوالي 30 كيلومترا في حال استخدام الطائرة لن تمر فوق منطقة سونجون حيث سقطت المروحية المعلومة المتوفرة حاليا هي أن الرئيس الإيراني لم يكن يفتتح سدا واحدا بل سدين في أذربيجان بينهما مسافة قصيرة وربما هذا ما يفسر استخدامه للمروحية هل يمكن إسقاط المروحية عن بعد خاصة وأنها أمريكية الصنع وتستخدم نظام جي بي اس أمريكي؟ تقنيا نعم لكن الإيرانيين يقولون أنهم نجحوا في وضع برامج محلية على المروحية ولكن لماذا يستخدم الرئيس مروحية عمرها أكثر من 40 عاما بينما توجد بدائل أخرى؟ الإيرانيون قد يقولون أنهم لم يتمكنوا من تحديث المروحية بسبب الحظر الأمريكي ولكن هل يستخدم الرئيس الروسي أو الصيني مروحيات أمريكية؟ لماذا لم تشتري إيران مروحيات رئاسية من روسيا أو الصين؟ ثلاث مروحيات انطلقت من أذربيجان إلى إيران تحمل وفدا إيرانيا كبيرا بما في ذلك الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين بعد أن قطعت 60 كيلو مترا داخل إيران وصلت مروحية الرئيس إلى منطقة سونجون لتختفي بعدها عن الأنظار بينما عادت المروحيات الخاصة بالحماية إلى وجهتها بنجاح وهذا يثير عدة أسئلة هل سقطت مروحية الرئيس بسبب الظروف الجوية؟ إذا كان كذلك فلماذا لم تسقط مروحيات الحماية؟ هل يمكن القول بأن مروحية الرئيس أسقطت؟ وإذا كان كذلك فهل نملك دليلا؟ هل كان الحادث عرضيا أم نتيجة إهمال؟ إن وضع مسؤولين كبار في مكان واحد والسفر بهم عبر مروحية يعتبر خطأا أمنيا ولكن إيران قد تكون مضطرة لذلك الطيار يجب أن يكون على اتصال بالمركز للحصول على تفاصيل الطقس والموافقة على التحليق وحتى لو قبل التحليق في منطقة معروفة بأجوائها الضبابية يجب أن يكون دائم الاتصال بمروحيات الحماية وفي حال تعرض مروحية الرئيس لعطل أو سقوط يجب أن تهبط مروحيات الحماية فورا وتحدد مكان الحادث وتتصد بالمركز للإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة في البداية تحدث الإيرانيون عن هبوط اضطراري للمروحية ولكن ظل الأمر غامضا لساعات لو كان هناك هبوط اضطراري فسيتم تحديد موقعها فورا على الرادار بواسطة الجب آس إذا لم يحدد موقعها فإما أن الطيارة أغلق جهاز جب آس عمدا أو أن المروحية اصطدمت بصخرة حتى لو كان الرادار مغلقا يمكن الوصول لموقع المروحية عبر الهواتف الفضائية التي يحملها الرئيس والوفد البحث عن المروحية في هذه الحالة يجب أن يكون ضمن نطاق ضيق لكن فرق الإنقاذ بحثت لأكثر من 15 ساعة في المكان الخطأ ثم عثر على المروحية على بعد 10 كيلومترات من نطاق البحث المخصص مما يثير الشبهات المحللون العسكريون الأتراك لاحظوا أن مروحية الرئيس كانت تحلق بين مروحيتين الحماية بفارق دقيقة واحدة فقط إذا اصطدمت المروحية بالجبل كان يجب أن تصطدم مروحيات الحماية أولا كما إن نظام إرسال الإشارات في المروحية كان إما معطلا أو مغلقا عمدا المروحية لم ترسل إشارات للمركز منذ إقلاعها وتم العثور على قطع صغيرة من الطائرة محترقة مما يدل على انفجار في الجو له علاقة بنظام الوقود وليس بقنبلة الآن تعالوا نستعرض معا ملخص التحقيقات انقطعت إشارة المروحية عن المركز قبل إقلاعها وزير الخارجية كان من المفترض أن يسافر على مروحية أخرى ولكن ركب مروحية الرئيس في اللحظة الأخيرة نقل عدد كبير من المسؤولين الكبار في مروحية واحدة يشير إما إلى ضعف أمني أو إلى حادث متعمد إذا كان هناك جهاز استخباراتي وراء الحادث فإن ذلك يدل على وجود شخص كبير في المنصب وراء الحدث لا يمكن لشخص عادي تنفيذ ذلك بالنهاية القضية تخص إيران وهي الجهة التي ستكشف ما إذا كان الحادث عرضيا أم متعمدا الجنرال المتقاعد في القوات الجوية التركية أردوغان كاراكوش يقول من المستحيل تحليق مروحية في ظروف جوية سيئة كتلك كما يضيف يستحيل أن يستغرق العثور على مروحية أكثر من ساعتين يمكن تحديد موقعها من خلال نظام إرسال الإشارة وإذا كان النظام معطلا أو تم تعطيله عمدا يمكن العثور على الموقع من خلال الصندوق الأسود الذي يظل يرسل إشارات لمدة 28 يوما حتى نفاذ بطاريته يستحيل أن تكون مروحية رئاسية بدون صندوق أسود وإذا افترضنا عدم وجود هذا الصندوق يمكن تحديد موقع المروحية من خلال هواتف الرئيس التي تعمل عبر الأقمار الصناعية أو من خلال اللاسلكي وآخر محادثة للطيار قبل الكارثة من خلال الصور ومشاهد التحطم لم يكن السبب استضاما بجبل بل انفجارا في الجو ربما في نظام الوقود أو عن طريق قنبلة صغيرة إن تحطم مقصورة القيادة والقطع الصغيرة المنتشرة على الأرض تشير إلى انفجار في الجو إذا كان الأمر مخططا استخباراتيا فمن المستحيل استخدام قنبلة كبيرة لأن ذلك سينكشف فورا لذا يبدو أنه تم استخدام قنبلة صغيرة لتجنب الكشف الفوري الخبير الأمني عبدالله آغار يرجح نظرية تعرض المروحية لانفجار في الجو وإذا كان الانفجار ناتجا عن قنبلة صغيرة ومن عمل جهاز استخبارات فإن ذلك العمل لا يمكن أن يقوم به شخص عادي من المحتمل أن يكون شخص في منصب رفيع في الأجهزة الإيرانية له علاقة بجهاز مخابراتي لا يمكن لجهاز مخابرات خارجي تنفيذ هذا العمل دون مساعدة داخلية في دولة أمنية مثل إيران وهذا يستوجب تحقيقا داخليا بالنظر للظروف الخارجية والأحداث السابقة يمكن الاشتباه في أجهزة مخابرات عالمية مثل المساعد المساعد سبق واغتال قادة الحرس الثوري والتهم بالتفجيرات الأخيرة وقامت إيران بقصف إسرائيل لأول مرة فهددتها بالرد بالإضافة إلى أن علاقة أذربيجان بإسرائيل متينة وعلاقة الحادثة بأذربيجان واضحة مما قد يوجه التهمة مباشرة للموساد رغم نفي إسرائيل تورطها تقنيا تملك أجهزة المخابرات الكبرى تقنيات متقدمة لتنفيذ مثل هذه العمليات ولكن هل يمكن لأي جهاز مخابرات أن يتجرأ ويخوض هذه المغامرة إذا ترك أثرا واحدا فقط يؤدي إلى اكتشافه فهذا يعني إعلان حرب على دولته في الحقيقة لو كان وراء هذه العملية جهاز مخابرات فلن يترك أي أثر خلفه يدل عليه لأن ذلك سيؤدي إلى اشتعال أزمة الخبراء الأمنيون على قناة SZCTV التركية طرحوا أربعة أسئلة يجب أن تحقق فيها إيران من أمر بإقلاع مروحية الرئيس في ظل الظروف الجوية السيئة؟ إذا قال الطيار أن الظروف الجوية لا تسمح بالإقلاع فلا يمكن لأحد أن يجبره على ذلك أو يتحمل المسئولية وهذا معروف في جميع أنحاء العالم حتى في الولايات المتحدة التي تملك أحدث المروحيات للرئيس وتؤجل إقلاعها في حال سوء الطقس السؤال الثاني لماذا غيرت مروحيات الحماية طريقها؟ لنفترض أنها غيرت مسارها بسبب الظروف الجوية السيئة فلماذا لم تخبر مروحية الرئيس؟ وإن غيرت طريقها لماذا لم تعد عند سقوط مروحية الرئيس؟ السؤال الثالث لماذا يتم تخصيص مروحية قديمة للرئيس بينما يمكنهم شراء مروحيات روسية أو صينية؟ السؤال الرابع هل تعرضت المروحية لنظام حرب إلكتروني متقدم تسبب في قطع الإشارة واللاسلكي؟ بالعودة إلى التاريخ هذه ليست أول حادثة في العالم لسقوط طائرة أو مروحية تحمل شخصية سيادية مهمة هناك العديد من الحوادث المشابهة حول العالم ويمكن أن تحدث هذه الواقعة مستقبلا أيضا ما يميز هذه الحادثة هي التفاصيل الأمنية المثيرة التي رافقت السقوط المروحية هذا يفتح كل الاحتمالات أمام التكهنات احتمال حدوث ضعف أمني احتمال أن تكون حادثة عادية واحتمال أن تكون حادثة إغتيال مدبرة من جهاز استخباراتي محترف جدا لا يترك أثرا خلفه بعد كل هذا أترك لكم حرية التكهن والتعليق